اهلا بحضراتكم وبداية يوم جديد بنتابع فيه معاكم تفاصيل حكاية من الحكايات المتصدرة للمشهد على السوشيال ميديا وكتير كمان بيدوروا على تفاصيلها خلال ساعات الليل وهي متابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز موضوع بيتابع كل جمهورها ومحبيها داخل مصر وخارجها الايام الاخيرة تابعنا رسالة الطمأنة اللي بعثتها الجمهورها وقالت انها عدت الازمة بدعوتهم ولكن الكل كان منتظر تفاصيل اكتر عن اللي حصل بالزبط خصوصا ان الكلام وشائعات الفترة دي كانت كتير جدا في وقت هذه الازمة بالتأكيد برضو لما الفنان احمد العوضي حيتكلم عن اللي حصل حتكون تفاصيل مهمة جدا والكل اللي بيتابع القصة من اولها حيكون مستنيها امبارح كشف الفنان احمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية بعد تعافيها من تعرضها للوعكة الكبرى في تصريحات قالها للتلفزيون قال العوضي كنت منتظر على مدار شهرين اللي فاتوا منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية ان تتحسن حالتها فعليا حتى اتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة فكانت ينفع طمن الناس وانا نفسي مش متطمن لان الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها اضاف كمان احمد العوضي وقال ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تماما وخلال ايام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبعية كمان كان في تصريحات اتكلم فيها احمد العوضي عن كواليس اكتر للازمة الصحية والاول مرة بيكشف التفاصيل وبيقول انه في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى كانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في اوساط الامراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج لياسمين انه بعد اجراء تلك العملية النسائية هتعود لمنزلها في غضون من 3 ل 4 ايام لكن ياسمين شهدت تدهور بعد العملية وكان تدهور كبير طبعا زي ما تابعنا مع حضراتكم كانت الفترة الاخيرة الفنان احمد العوضي بتتلم عن وجود خطأ طبي واهمال خلينا نقول برضو على حد قوله في متابعة حالة ياسمين عبدالعزيز ولكن امس قال ما اقدرش اقول لحد الان ان هناك خطأ طبي دون ان يكون لدي اثباتات قوية لكن ثابت انه هناك اهمالا جسيما في متابعة الحالة والمشكلة ان ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور اللي عاشته مما ادى للمضاعفات اللي تعرضت لها ياسمين وردا على احد الاطباء اللي برر في ما تعرضت له زوجته قال ما ينفعش نخسر الماء بالماء وندفع ونبرر وخلاص ما حدث هو اهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت حتروح فيها بعد الشر طبعا قال كمان العوضي ياسمين فعلا كانت حتموت فيها وحقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالت له انا بموت ضحك وقال انا في اجازة وروحي تعاشي وتمشي ده يعني ده اسمه كلام هل ده طبيعي طبعا ده استكمالا لما جاء على لسان احمد العوضي وقال كمان ان ياسمين فضلت اربعة ايام تقريبا تتأوى وتقولي بموت ولما اكلم الدكتور يقولي لا عادي دي حاجة بتحصل لنحو 15% من اللي بيعملوا النوعية دي من العمليات واللي شخصها من برة وانه بيشكر الدكتور هشام كلاني استاذ الجراحة بجامعة عين شمس ودكتور عصام شلبيا اللي انقذ حياتها جراحيا في التوقيت المناسب وده نموذج للاطباء المحترمين في المقابل كان هناك اهمال من الطبيب المعالج وحول مشاعره وقت تدهور الحالة الصحية لياسمين قال لولا الناس المحترمين الطيبين اللي تدخلوا بعلاج مضاعفات الطبيب المعالج انا بشكرهم فعلا لانهم انقذوا حياتها خاليني برضو افكر حضراتكم بالرسالة اللي بعتتها الفنانة الجميلة ياسمين عبدالعزيز لجمهورها من ايام وطمنتهم فيها وقالت في بوست نشرته على سوشال ميديا جمهور الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا والحمد لله انا بقيت كويسة وتعفيت الحمد لله عوزاكم تتطمنوا وكانت ياسمين وجهت الشكر للجمهور وقالت كلمة شكر قليلة قوي عليكم وعلى حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عجزة اني ارد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم بشكر ربنا وشكرا الجمهور الغالي في مصر والوطن العربي دي كانت اخر تطورات وكواليس الازمة الصحية الاخيرة اللي مرت بها يا الفنانة ياسمين عبدالعزيز بنتمنى لها طبعا عودة قوية لجمهورها وكل اللي بيحبوها وشفاء عاجل وصحة دايما لها والكل مريض يا ربي بشكركم مرة تانية على طيب المتابعة وانتظرونا في تخطيات اخرى على مدار اليوم من تلفزيون يوم السابع عدى هذه التخطيات بتفاصيلها اسراء عبدالقادر وقدمتان حضراتكم رامي الحلواني الى اللقاء